بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في تطور مفاجئ النهاردة حصل انقلاب عذكري في ليبيا ولكنه فشل ايه هو الحكاية مين وراء الانقلاب مين اللي محتمل يكون وراه ايه هدفه ده اللي هنقشه مع بعضين في الفيديو النهاردة ان شاء الله وكمان هنتطرق الى اسئلة مهمة مثلا ليه الامريكان ما صفوش حسابتهم مع ليبيا مباشرة بمجرد سقوط معمر القزافي وكيف الغرب اختلف هناك وهنتطرق برضو الى امور تانية فخليك معي الصهاينة حكام العرب علماء السلاطين القضاء الاعلام الاحزاب السياسية الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي اللي حصل ان في معسكر التكبالي او الفرقة اربعة 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 اتفجأوا بهجوم عسكري كبير جدا وواسع جدا ولكنهم تمكنوا من انهم يصدوا هذا الهجوم وسيطروا على الموقف واعتقلوا عشرات العسكريين وطبعا وقع قتل كتير في الموضوع دوت طيب مين اللي وراء الناس ديت وده كلام ده بكلمك في قلب طرابلس ما بقولكش ان هو في الشرق الليبي او كده يعني المستهدف هي حكومة لتبيبة والمينيفي وكده يعني المستهدف هي تركيا والحكومة الليبية المولية لتركيا طيب عايزين نشوف مين هو المستفيد وممكن يكون عايز ايه وهدف ايه وعمل كده ليه المستفيد في الحقيقة ممكن يكونوا الاماراتيين مع الامريكان يعني الامريكان بيد اماراتية وممكن يكون حفطر بيد روسية كذلك هم دول الطرفين الوحيدين المستفيدين من هذه القضية امريكا طبعا تتمنى ان هي تسيطر على حكومة الغرب الليبي بتاع المينيفي ولد بيبة لان هي الحكومة الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي وكده وبالتالي لو سيطرت عليها تقدر تاخد منافع كتير زي مثلا ان هي تعمل معاها معاهد الدفاع مشترك ويطردوا الاطلاق ويحل مكانهم الامريكان وممكن كمان يعملوا معاهم اتفاقية ان هما يدخلوا لهم قوات عسكرية امريكية بحق الطرد المرتزقة من الشرق الليبي وبالتالي ان هما بعد ما يطردوا المرتزقة هما كمان مش هيخرجوا وبعد كده نرجع لمربع واحد ويبقى فيه طغوط يعني القزافي يبقى مشي وجالنا طغوط اشرس منه هل هذا الكلام يعني مرجح اقولك هذا الكلام مش مرجح الفريق الثاني يا ابو الشباب هو حفتر واولياءه الروس ان هما ممكن يكونوا عملوا لعبة داخل الترابلس وكان اصلا فيه ناس كتير بتحذر من الميليشيات ومن المرتزقة في جوة ترابلس ومن الخلايا النائمة جوة ترابلس ومتهيأ لهم ان الاتراك وحكومة الصراك في هذا الوقت نايمين على ودنهم ومش دارين بحاجة وكده بينما كان حقيقة السراك بالنصائح تركية وبشغل المخابرات الليبية الجديدة اللي تبنت واللي خدت الخبرات من المخابرات التركية الناس دي كانت بتشتغل عشان تعمل الفخ اللي هقولك عليه بعد شوية فبرضو خليك معايا وخليني ارجع لاحتمالية حفطر والروس ان هما ورا الموضوع اقول لك كذلك ان هذا الكلام كذلك مستبعد الله من تستبعد الترفين اللي تقولت عليهم وما ايه هو الحكاية الحكاية في الحقيقة ان الراجح الاحتمال الراجح ان الامارات بتبيع العصابات بتاعتها جوة ترابلس لان الامارات الوقتي ركعت امام الاتراك وبالتالي لازم ان هي تدفع التمن وتدفع تمن خيانتها وكده والاتراك لازم يعرفوا منها كل الخبايا الداخلية وبعد كده لما يحبوا الاتراك والليبيين المخلص من الليبيين طبعا لما يحبوا ان هما يتخلصوا من العصابات دي مش هيعملوا زي امن الدولة في مصر ويروحوا يعتقلوهم في بيوتهم ويقلفوا لهم قضايا وكده ولكن اللي يحصل ان هما يقبروا المخابرات الاماراتية على التعاون اكتر وإلا تركيا هتغضب عليهم وبالتالي الاماراتيين هيبقى الوقتي قدامهم يروح ما بعدك روح فيا اما انتوا تستهدفوا يا اما انتوا تبيعوا الكلاب بتاعكم فطبعا كل واحد هيبيع كلاب الحراسة بتاعته ومش هيبيع نفسه طب ازاي الموضوع دي يتم؟ الموضوع دي يتم يا سيدي بان الامارات تعطي تعليمات لأولياءها وللخلايا النائمة بتاعتها ان هي تعمل انقلاب والامارات عرفة مسبقا ان هذا الانقلاب فاشل 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 لكن الهدف من الانقلاب مش هو السيطرة على طرابلس ولا السيطرة على الحكومة الجديدة انما الهدف من الانقلاب هو انهم يكشفوا الخلايا النائمة متلبسة يعني الحرامي بشلتو يعني ما يدهمش كشف من الاسماء يقولوا فلان وفلان وفلان ويتم اعتقال الناس دي ويتم التحقيق معها التحقيقات هتجيب الحقيقة طبعا لكن المشكلة مش في كده التحقيقات هتجيب الحقيقة امام المحققين وامام العقلاء وامام القضاء لكن مش هتقدر تقنع الناس لان الناس دي قبائل يا جماعة والقبائل عايزة تقتنع بشكل عملي قدامها يعني عايزة تشوف كل حاجة بعنيها فالوقتي لما ييجي ناس تتورط بالشكل دوت وييجي واحد مثلا يلاقي ان ابناء من عشرته او ابناء من قبلته او كذا متورطين في هجوم مسلح على قوات الجيش وعلى الامور ديت ومشاركين في عملية انقلاب عسكري هيخرص ومش هيقدر يدافع عنهم باي شكل من الاشكال ده الاحتمال اللي انا برجحه وهفصر لك بقى الحاجات اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو لكن الاول لو سمحت تعملين اعجاب بالفيديو والاخوة الجدد يشتركوا في القناة والاخوة جميعا يفاعلوا جرس الاشعارات ليصلكم الجديد واهم دعم يا جماعة للفيديو انكم تشاهدوه كاملا يعني من البداية للنهاية الحكاية من اولها انه بعد زوال القزافي كانت امريكا عايزة تخش وتحتل ليبيا لكن حصل نزاع بينها وبين اوروبا لانهما لا يثقون في بعضهم البعض يعني فرنسا كانت على علم اليقين ان امريكا لو اصبح لها استقرار في ليبيا وعندها قوتها والامور دي هتطمع بعد كده في المستعمرات الفرنسية في افريقيا في الداخل اللي هي روسيا بوزتها للوقتي فهي كانت فرنسا رفض الوجود الامريكي في ليبيا وايطاليا رفض الوجود الامريكي في ليبيا لانهما عارفين ان امريكا مش هتقتصر على ليبيا انما هتحكم السيطرة وهتنزع منهم المستعمرات القديمة بتاعتهم وكده وهتخرب الدنيا فاصبح هناك نزاع بين الامريكين وبين اوروبا على الاستقرار في ليبيا او على من يحتل ليبيا ولذلك اللي حصل ان دخلت قوات فرنسية وان كانت محدودة لكن شغلت مرتزقة كتير ودخلت قوات ايطالية بنفس الطريقة كانت محدودة ولكن شغلت مرتزقة كتير وعملين ينهبوا في الخيرات الليبية ورفضين تماما الوجود الامريكي هناك لانه امريكا بقى ما تقدرش تعندهم في الوقت ده لان العناد معناها ان امريكا بتتخلى عن كل الاتحاد الاوروبي وهي محتاجاهم في مواجهة الصين ومحتاجاهم في مواجهة الروس ومحتاجاهم في ان هي على الاقل ما تتأخرش كثيرا عن زعامة العالم وهي الوقت يعني تعتبر امريكا انتهت لكن ده مش موضوع الوقتي لكن انا بشرح لك الظروف اللي كانت ماشية في الوقت ده فعشان كده الصراع الامريكي الاوروبي هو اللي منع الامريكان من انهم يحتلوا ليبيا بشكل كامل وهو كذلك اللي منع الاوروبيين من انهم يحتلوا ليبيا بشكل كامل وهو اللي خلى الموقف فضل متجمد ما تحصلش اي حكومة بشكل من الاشكال خدوا بالكم يا جماعة الموضوع ما كانش موضوع سلاح ووقوف للامريكان والعالم دي العالم دي مستعدة حربك بالمرتزقة بتاعتها وبالسلاح بتاعها مستعدين يحربوك يوم واثنين وسنة واثنين لحد ما كل الزخيرة بتاعتك تخلص وبعد من الزخيرة بتاعتك تخلص انت غصب عنك هتسلم وهيمسكوك ويعتقلوك ويحطوا عليك كلاب حراسة من جديد لكن في الحقيقة اللي منع الامور دي هو الصراع العالمي اللي هو كان شغال بين الحلفاء الاعداء اللي هم الامريكان والاوروبيين جاء بعد كده فشل الانقلاب العسكري في تركيا وانطلقت تركيا الى العالمية الاول الى الاقليمية وبعد كده الى العالمية وراحت تحدث الاوروبيين وتحدث الامريكان نفسهم وراحوا وعملوا اتفاقيات مع الحكومات الليبية اللي هم اصلا كانوا الامريكان عاملينها اللي هي حكومة الصخيرات لو فكرنا بتاع فايز الصراع وكده فلما الاطراك عملوا الاتفاقيات دعموا الجيش الليبي وبعد كده عملوا اشياء مهمة جدا يا جماعة ما هي هي الاشياء المهمة جدا الى الاطراك عملوها في ليبيا اول شيء هو عمليات التصالح بين القبائل وعمليات بس الثقة كل ما امكن بين القبائل وعمليات بناء جهاز مخابرات ليبي وده اخطر حاجة عملتها تركيا في ليبيا لان عن طريق جهاز المخابرات الليبي ده ممكن تتفاهم مع القبائل وممكن تتفاهم مع الشعب وممكن تشكل عقلية الناس وممكن تعمل حاجات كتير طبعا سياسة القمع دي مش في القموس التركي اصلا لكن في القموس التركي السياسة رضع العدو والتفاهم مع الداخل دي السياسة اللي تركيا بتنتهجها ودي السياسة اللي نقلتها الى الليبيين لكن مع ذلك كان في فصائل جوة ليبيا ما زالت مش مدركة ايه التغيرات وايه اللي بيحصل والاطراك بيعملوا ايه وكانوا ماشيين على قانون العصابة يعني ايه قانون العصابة يعني هما مع اللي يديهم فلوس اكتر ومع اللي يحميهم اكتر ومع اللي يرضعهم ويخوفهم في نفس الوقت بعد كده جاء السراج اصبح قدامه خيارين كان قدامه المجتمع لما جاء بقى مسألة التلاحم وتلاحم المجتمع والاستعداد للانتخابات والامور دي جاء السراج قدامه خيار من اتنين الخيار الاول انه هو قدامه ناس شاكك فيهم والناس الشاكك فيهم دولة ممكن يستبعدهم لكن لو استبعدهم هذا الامر هيصير استفزاز القبائل بتاعتهم وهيصير مشاكل كثير جدا لانه كان هيستبعدهم قدام الناس بدون زنب يعني ما عملوش حاجة يعني مفيش عليهم اي دليل ومفيش عليهم اي حاجة ازاي انت يا صراك تستبعدهم يبقى ده بقى تمييز عنصري وتمييز عرقي وتمييز طائفي ويلعب بقى الفرنسيين الفرنسيون ويلعب الامريكان على هذا الموضوع ويفركشوه لك الدنيا فكان قدام السراج الخيار التاني اللي هو الخيار الافضل ايه هو ان هو يستوعب الناس كلها حتى الناس اللي هو شاكك فيهم برضو يستوعبهم هتقول لي ده كده بتشرخ الصف عم احمد وبتحط فيه منافقين وكده اقولك ما انت الوقتي قدام خيارين كلاهما صعب لكن انت اما تحط منافقين وتكون صاحي ليهم كويس جدا والاطراك نصحوب كده طبعا لما يحط منافقين ويكون صاحي ليهم جدا ايه اللي هيحصل قدامهم حاجة من اتنين يا اما هيمشوا عدل يعني هيمشوا ستريت يعني هيمشوا على صراط المستقيم يعني مش هيكون فيه خيانة يعني هيكون فيه اخلاص لليبيا وكده ان مشوا في هذا الاتجافة بها ونعمة ما انت صاحي وفاهم ومرأبهم كويس طب الحل التاني او الخيار التاني ايه او الاحتمال التاني ايه اللي ممكن يحصل منهم ان هما يعودوا الى الخيانة وطبعا لما يعودوا الى الخيانة وتمسكهم انت بقى متلبس قدام الناس والاعلام يتكلم وفضائح وتيجي الامور دي وليه انتوا هجمتوا القوات الحكومية وليه هجمتوا المعسكرات وليه عملتوا انقلاب ومين اللي قال لكم كده يقوم الشعب جوه جوه المنطقة الغربية كلها والشعب الليبي عموما سواء في الشرق او في الغرب لما يسمع الامور دي يقوم يقتنع ويعرف ان دول خونة واهم حاجة ان القبائل بتاعتهم تقتنع بهذا الموضوع وبالتالي لما ييجي الوقت المنافي والدبيبة اللي هما بيقطفوا الثمار اللي عملها الصراك بنصائح تركية لما ييجوا بقى بعد كده يعزلوا اشخاص بعينهم وكده هيكون معاهم الف حق ومحدش هيقدر يتكلم لصالح المجرمين لانهم ممسكين بشكل فيه تلبس يعني مفيش محيص ومفيش اي شقوق يعني ثبوت قطعي خلاصة الفيديو يا جماعة ان الانقلاب ليس الهدف منه سيطرة حفطر لانه عاجز على الموضوع دوت وفيه اتفاقات وتفاهمات كتير بين الروس وبين الاطلاق وكذلك ان هو يكون موضوع امريكي ان هي عايزة تخش وهي في مرحلة الضعف ومرحلة الانهزام هي في مرحلة القوة وفي مرحلة تركيا كان لسه ما حصلش فيها الانقلاب العسكري الفاشل وكانت فرنسا وايطاليا وقفين لها ومنعينها من السيطرة فالوقتي الموضوع اشد صعوبة طبعا فكذلك امريكا بعقلية كده او بعقلانية لن تفكر في السيطرة على ليبيا مرة تانية وبالتالي الاحتمالين دول منتهيين انا ارجح الاحتمال هو ان الامارات بتبيع الكلاب بتوعها مش اكتر من كده وبالتالي بتبيعهم بشكل متلبس زي ما شرحت لكم في اول الفيديو طيب ايه هو الهدف من الانقلاب انا قلت لك الهدف من الانقلاب هو هيكون حاجة من اتنين يا اما ان هو عملية تعطيل المسار الانتخابي في ليبيا اللي هو مفروض ييجي بعد ثلاث شهور مثلا في الحدود ديت او كده او اربع شهور او ان الهدف من هذا الانقلاب هو ان الامارات بتبيع الكلاب الحراسة بتوعها وبتضحي بيهم ارضاءا للاتراك وطبعا الاتراك هيدفعهم التمن غالي بمعنى الكلمة واحد يسألني يقول لها كابتل لطيف طيب هما عايزين يعرقلوا الانتخابات ليه انا اقول لك العرقلة الاساسية للانتخابات يا ابو الشباب ان لازم الروس يفضلوا متواجدين في الشرق الليبي وقلت الكلام ده قبل كده ومش عايز اععد اعيده التمركز الروسي في الشرق الليبي معناها ان روسيا عاملة قلق للسيسي وعملة ارق لحكومة حمدوك وابتدعم اسيوبيا ضد السيسي مش هقولك ضد مصر انما ضد السيسي عشان تركعه وتخليه يسيب الولاء الامريكي ويدخل في الولاء الروسي ولو السيسي غدر بالامريكان ودخل في الولاء الروسي هذا الامر سيكون في صالح المصريين لان الاتراك ممكن يتفاهموا مع الروس في ملفات كتير جدا بينما صعب التفاهم مع الامريكان وازدكم من الشعر بيت اصلا الامريكان بيخرجوا من المنطقة واحتمال كبير جدا ان تركيا هي اللي تسيطر على المنطقة ازاي عام محمد هي تركيا قوة عظمى اقولك الوقت اقدر اقولك ان تركيا على وشك ان هي تكون قوة عظمى بمعنى الكريمة لان الامريكان لما يخرجوا الوقت قدامهم مين اللي يسيطر الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي لن يفكر البتة في موضوع ان هو يسيطر لان هو مش عايز مشاكل مع الروس لان الروس بينهم حدود برية واسعة وممكن تحصل معارك وممكن تحصل مواجهات وكده فهم فاهمين الموضوع ده كويس طيب هيسيبوا الروس يسيطروا يا سلام الامريكان يسيبوا الروس اللي هم اعداءهم التاريخيين يسيطروا على الشرق الاوسط طبعا لا يفضلون هذا الخيار ابدا طيب هيسيبوا هيكون قدامهم ايه هم الوقت خارجين خارجين يعني ان هم يستمروا في السيطرة ده مستحيل فعليهم ان هم يختاروا بين سيطرة الاتراك او سيطرة الروس مع طبعا حلف شرقهاي اللي هم الصين والفرقة كلها فطبعا مش هيختاروا الاختيار التاني فهيدعموا بقوة سيطرة الاتراك وده اللي بيخليك تشوف ان الوقت حلفاء امريكا او قل عنهم ارامل امريكا في المنطقة كل عمال يهرول الى الاتراك الوزير الخارجية المصري رايح يجري على تركيا وبعدين طحنون راح قبليها وبعدين بن زايد على الطريق وبعدين بن زايد اتصل باردوغان على فكرة هم قالك اردوغان اللي اتصل الكلام ده مش صحيح ده طحنون اصلا راح تركيا عشان يترجى اردوغان ان هو يرد على مكالمة محمد بن زايد فخلاصة الامر يا جماعة ارامل امريكا في المنطقة كلهم يركعون واحد بعد الثاني وانا اتوقع بناء على هذا الكلام سوف تهدأ حرب اليمن وسوف تنسحب السعودية وسوف تنسحب الامارات والاراضي القطرية اللي هي مغصوبة هنا وهناك هيتم تحريرها بشكل سلمي وكلها ينسحب والامور هتستقر ان شاء الله رب العالمين الصراحة يبقى شغال لكن موقفنا هيتحسن كثير جدا باذن الله رب العالمين لان امريكا كمان عايزة من تركيا حاجة امريكا الوقت والانجليز خايفين من شيء مهم جدا ايه هو خايفين من ضياع اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وتيوان تايوان دي اعتبرها ضيعة ضيعة حتى الصين هم اعلنوها صراحة قالك سنضم تايوان اجلا او عاجلا حتى لو بالقوة لكن هما طيب استراليا دي كرسى لوحدية ان هي تفلت من يد الغرب وكده فدي كلها ملفات تانية شوفوا يا جماعة كيف انقلب الصراع العالمي يعني بعد ما كان امريكا والاتحاد الاوروبي عايزين يمزقوا ليبيا كل ممزق اصبحوا عايزين يعمل وحدة للاراضي الليبية طب ليه هما والاول كان عايزين يمزقوها عشان ينهبوها والوقتي وفشلوا مع بعضهم بفترة طويلة في الاتفاق وكده وضع عليهم الوقت والوقتي عايزين يوحدوها عشان تخرج المرتزقة من شرق ليبيا وبالتالي يأمنوا مستعمراتهم او مستقرباتهم التانيين سواء السودان او في العمق الافريقي او كده ولكن هذا الامر كمان واضح انه هو مستحيل فانا اقول لكم يا جماعة ليبيا ان شاء الله هتستقر لكن هي ليبيا اول ثورة عربية نجحت ولكنها اخر بلد هتستقر والله اعلم هتستقر قبليها الجزائر وهتستقر قبليها المغرب وهتستقر قبليها مصر وخد بلك مش معنى استقرار البلاد العربية ان الحكام يتغيروا النهاردة ولكن ممكن تركيا تقبلهم بشكل مؤقت وبعدين تقبرهم غصب عنهم بانتخابات حقيقية وانتخابات حقيقية هتطلط كل العالم دي من الصورة والدنيا هتتغير بشكل كبير وان شاء الله الناس بس تعيش يعني عيشة متوسطة مش هقولك تعيش في رفاهية الرفاهية جاية ان شاء الله ما هي الدنيا ماشى كده يا جماعة جيل يكتهد ويدفع التمن وبعدين تخصل عيشة جيدة متوسطة وبعدين يجي جيل الرفاهية وبعدين يجي جيل البزخ وبعد يجي للبزخ يخرب الدنيا وبعد كده تزول منه نعم الله سبحانه وتعالى للأسف الشديد الدنيا ماشى بالشكل ده وبعدين يجي أولادهم يعانوا مرة تانية وبعدين يبدأ التجهيل وبعد كده يبدأ الوعي وبعد كده تبدأ المقاومة وبعد كده يبدأ النجاح وهلوم مجر وتبدأ العملية ماشية بهذا الشكل قبل مختم الفيديو يا جماعة لو سمحتوا تدعمونا بمشاهدة الفيديو والاخوة لو سمحتوا ادعوا اخوانكم اللي معرفوش القناة الى المشاركة والاشتراك في القناة القناة بتتحارب والمشاهدين بيقلوا وهمتكم معانا ومجهودكم مشكور ان شاء الله وقزاكم الله خيرا واكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته